هلو حبايبي الحلوين صف رابع حبايبي اليوم عدنا موضوع اسمه البروناونس يعني الضمائر طبعا انتو اخدتو الضمائر باللغة العربية اللي هي انا انت هو هي نحن وهم نفس الشي موجودة بالانجليش اللغة الانجليزية ايضا عدها ضمائر تعالوا نتعرف على البروناونس الضمائر باللغة الانجليزية من ارده اشر على نفسي راح اقول اي راح اقول اي يعني انا ال اي يعني انا من ارده اشر عليك انت راح اقول يو راح اقول يو يعني انت يو يعني انت من ارده اشر على ولد راح اقول هي هي يعني هو هي يعني هو من ارده اشر على ابنية راح اقول شي راح اقول شي يعني هي من ارده اشر على حيوان او نبات او جماد او مدينة راح اقول ات راح اقول ات من ارده اشر على حيوان او على نبات او على جماد او على مدينة راح اقول ات من ارده اشر على مجموعة من الناس لكن ااني من ضمنهم ااني ويا هاي المجموعة مال الناس راح اقول وين عندي مجموعة مال الناس واني من ضمنهم راح اقول وين يعني نحنو وين يعني نحنو اما من ارده اشر على مجموعة من الناس لكن ااني موياهم ارده اشر على مجموعة من الناس بس ااني موياهم راح اقول ذي راح اقول ذي يعني هم ذي يعني هم وهي مجموعة من الناس لكن ااني موياهم اعيد Pronouns يعني ضمائر I يعني أنا You يعني أنت He يعني هو She يعني هي It هي لغير العاقل مثليش مثل الحيوان النبات جماد أو مدينة من عندي حيوان أو نبات أو جماد أو مدينة راح أقول عنهم It We يعني نحن مجموعة من الناس وآني من ضمنهم ال-we معناته نحن They معناته هم مجموعة من الناس بس آني مو إياهم واللي هما نسميهم They يعني هم أتمنى الضمائر تكون واضحة تعالوا نشوف الأفعال اللي تجيوا يهاي الضمائر عندي هاي النوت يعني ملاحظة تقول هذه الضمائر يأتي معها أفعال نسميها أفعال الكينونة إذن هاي الضمائر السبعة اللي هنا أنا الموجودة عندي راح يجيوا إياها أفعال أفعال نسميهم أفعال الكينونة واللي هما آم إز والآر أفعال الكينونة هنه ثلاثة واللي واحدة اسمها آم والثانية اسمها إز والثالثة اسمها آر هذنية ثلاثة هم راح يصيرون صديقات وية الضمائر وكل وحدة منهم راح الصادق مجموعة من الضمائر أوكي يلا تعالوا نشوف كل وحدة منهم المنصادقة عندي أول ضمير واللي هو الآي معناتها أنا قاعد بصف الآم وصاروا كلش أصدقاء وصاروا آيام إذن الآي قاعد بصف الآم وصاروا كلش كلش أصدقاء فصاروا آيام أوكي أما بالنسبة إلى الهي والشي والإت هذول ثلاثة هم قاعدوا يم الآز وصاروا كلش أصدقاء ما يتفارقون أبدا الهي والشي والإت صاروا أصدقاء وية الإز صاروا كلش كلش أصدقاء فصاروا إذن الهي والشي والإت من صاروا كلش أصدقاء وية الإز صاروا He is She is It is هس عندي They We Will you هداني تلاثة هم قعدوا بصف والار وصاروا كلش صديقات They Will we Will you قعدوا بصف والار وصاروا كلش صديقات وصاروا They are We are You are اوكي اذن If they We Will you بعد ما قعدوا يمل Are وصاروا كلش أصدقاء صاروا They are We are You are اوكي هسا تعالوا ناخذ شوية جمل ونشوف الشون ذني الضمائر جوي ويا الافعال عندي اول شي I am nine يعني عمري تسعة شوفوا ال I جت ويا صديقته الام وصاروا جملة وحدة وصارت I am nine يعني عمري تسعة عندي He is Iraqi He is Iraqi يعني هو عراقي شوفوا ال he جت ويا صديقتها ال is عندي She is from Iraq she is from Iraq يعني هي من العراق أيضا شوفوا الشي جت ويا صديقتها ال is عندي They are from Iraq They are from Iraq يعني هم من العراق أيضا عندي they جت ويا صديقتها ال are عندي We are in grade four We are in grade four نحن في الصف الرابع أيضا ال we جت ويا صديقتها ال are عندي آخر شي you are tall you are tall يعني أنت طويل أيضا شوفوا ال you جت وياها صديقتها ال are هسا تعالوا نشوف شون تجيب الامتحان وتركزون عليها لأنني جبت من هاي الأشياء داخل الامتحان نصف السنة بالامتحان أما أجيب لك الأفعال بين قوسين وأنت لازم تختار الصحيح حسب الضمير اللي موجود بالجملة أو أجيب لك الضمائر بين قوسين وأنت لازم تختار الصح حسب الفعل اللي موجود بالجملة تعالوا نباوح هالامتحان علموا تفتهمون أكثر طريقة الامتحان شوفوا لي هذا أول مثال يقول شي أحط لها ال is لول are iraki شي أحط لها ال is لول are iraki أباوح على الضمير شي أباوح عليها كل الزين وأصفن وأراجع بيني وبين نفسي وأقول الشي منو صديقتها ال is لول are ورح أذكر إنه الشي هي صديقتها ال is إذن الجواب الصحيح هو ال is والجملة راح تصير بعد ما حليناها بالشكل الصحيح she is iraki وبالعربي معناته هي عراقية هس عندي they is لو are from iraq they أحط لها is لو are from iraq أجي أباوح على الضمير they أباوح كل الزين على الضمير they وأشوف منو صديقته ال is لو ال are طبعا أكيد أكيد إنو صديقة ال they هي ال are صديقة ال they هي ال are وأجي أحلها بهاي الطريقة والجملة بعد ما حليناها راح تصير they are from iraq يعني هم من العراق نجي هس على هاي الجملة اللي تقول i am لو are in grade four i أختار لها am لو are in grade four أجي أباوح كل الزين على الضمير i أباوح كل الزين على الضمير i وأشوف منو صديقته ال am لو ال are طبعا أكيد صديقة ال i هي ال am صديقة ال i هي ال am وأجي أختارها الها لل am فالجملة بعد ما صارت صحيحة واختارينا الجواب الصحيح صارت i am in grade four يعني أنا في الصف الرابع هسا راح نجي على الطريقة الثانية اللي هي الضمائر داخل قوس وإحنا لازم نختار الصحيحة حسب الفعل اللي موجود بالجملة يعني شون مثل هذا المثال اللي يقول they لو he is from Iraq they لو he is from Iraq هس أجي أباوح هنا على الفعل is أباوح كل الزيان على is وأذكر باني وبان نفسي منو صديقة ال is they لو he راح أذكر إنو صديقة ال is هي ال he وأجي أختار ال he والجملة بعد ما حليناها بشكل صحيح راح أصير he is from Iraq يعني هو من العراق وضحت الشون اختارين الضمير الصحيح من باوعنا على الفعل is باوعنا كل الزيان وذكرنا إنو ال is هو صديق ال he واختارين الجواب الصحيح واللي هو ال he حس نجي على المثال الأخير وأيضا حاطلي الضمائر بين قوسين وإحنا لازم نختار الصحيح يقول they لو I am nine they لو I am nine أجي أباوع على الفعل كينون الآم أباوع كل صديقة الآم ذيل وال I أكيد أكيد مليون بالمية صديقة الآم هي الآي صديقة الآم هي الآي ورح أختار الآي لأن هي الجواب الصحيح والجملة رح تصير I am nine I am nine يعني عمري تسعة عرفتوا هسا شون تجي بالامتحان يا حلوين ضروري وتفتهموها وتعرفون شون تختارون صحيح وتتأنون باختيار الإجابة ركزوا على هذا الموضوع لأن جبت من عنده بامتحان نصف السنة أتمنى تكون وضحت لكم فكرة الضم مع الأفعال مالتها أكيد